حرب نووية كبرى هتنزل على الأرض بسبب المدينة المقدسة أورشليم وهتجتمع الأربع ممالك أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين حوالين الموضع المقدس في الوقت ده هتتحقق النبوة اللي مكتوبة في كتاب النبي زكريا من 2600 سنة مكتوب بالنص ويكون في كل الأرض يقول الرب إن سلسين منها يقطعان والسلس يبقى فيها وأدخل السلس في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الزهب هو يدعو باسمي وأنا أبيبي أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي سلسين هيقطعان منها والسلس يبقى فيها ليه بقى؟ لأن مكتوب في نهاية النبوة فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حرب ويوم القتال الأربع أمم دي هتيجي على أورشليم المدينة المقدسة حوالين الموضع اللي دايره فيه الحرب دلوقتي وانت عارف إن الحرب دي أسمى العالم نصين دلوقتي أسمى العالم نصين وأسمى وعي الناس نصين نص مع طرف ونص مع طرف في الوقت دا حوالين المدينة المقدسة هتجتمع الأربع ممالك الكبرى روسيا والصين هيجوا مع العرب وأمريكا والاتحاد الأوروبي هيجوا مع اسرائيل والمنطقة هتتحول لأكبر ساحة سراع عربها التاريخ منذ بداية الخليقة فيها الشمس هتطفي والأمر هيتحول لدم وكل البحور هتعج والغبار النووي هيغطي الشمس ويغطي الأمر والنجوم ويكون يوم واحد كألف سنة لا نهار ولا ليل خارج حدود التقويم حسب المكتوب في كتاب النبي زكريا يكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور لا يكون نور الدراري تنقبط ويكون يوما واحد معروفا للرب لا نهار ولا ليل بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور في وقت المساء يكون نور خارج حدود التقويم اسمه يوم القيامة الشهير اللي مذكور في التلات ديانات السماوية الكلام ده مش جديد عليك الكلام ده أنت عارفه لأن إحنا مش عبنا الجهل إحنا عبنا التجاهل كل ده هيحصل ليه لأن الأب أصبح مستهيم بابنه والابن أصبح مستهيم بأبيه وصلة الرحم اتقطعت والمسؤولين بقوا حرامية وبيسرقوا قوت شعوبهم والدنيا في وسط الأسرة مشروع الأسرة يتفكك يتفكك الأخ أصبح مبتعد عن أخوه والأب مبتعد عن ابنه والإخوات بعدت عن بعض واللي بياخد أجرة بياخدها في كيس مسكوب بيصحى تاني يوم الصبح بيصرفها فالبركة نزعت من الأرض دي كوارس يوم القيامة لكن أنت كنت مؤمن بالسيد المسيح وبشرك بشرة عظيمة في يوم الجفاف تسمر وفي يوم العواصف تكون محمي وتكون زي شجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي صمراها في قوان وارقها لا يزبل فكل الكوارس دي مش هتشوفها لأن الروح القدس الساكن في وسط المؤمنين هيختفق من العالم قبل قيام السبع كوارس الأخيرة وتكون كلمة السيد المسيح القائلة ويكون إثنين على فراش فيختفى الواحد ويطرق الآخر كما في أيام نوح كما في أيام نوح عدد قليل دخل الفلك ناس قليلين اللي هتصدق هذا المقطع ناس قليلين فكل من يصدق هذا المقطع هو دخل فلك نوح التاني بالإيمان بالسيد المسيح فانأمنت بقلبك بالسيد المسيح واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت خلصت كتب اسمك في سفر الحياة صدق المفتاح صدق صدقت أن تصلب السيد المسيح عشانك عشان ياخد كل زنوبك وأمل موت فأنت تخرج وراء من الموت فتخرج وراء من الظلام تخرج وراء من الموت وهذا الخبر الإبليس عايز يخفي عنك بكل طريقة ممكنة صدقت تنول إن ما صدقتش ما تنولش اليوم بحط قدامك السماء والجحيم فاختار السماء وما تختارش الجحيم استعدوا استعدوا لقاء إلهكم ترجمة نانسي قنقر